زي ما حضراتكم شايفين أنا عايزة بس ترجعوا على الصورة الأولانية اللي كان فيها الشباب والناس في الشارع بيهتفوا والحماس الناس زي ما انتم شايفين ده الشارع المصري هذا الشارع المصري الملتحم مع قيادته يعني كلمة يذكرها السيد الرئيس في مؤتمر تكون الترجمة بعد أقل من ساعات وده المشهد كان في كفر الشيخ ده مشهد الشباب مصر بلد قوية فيها نسبة وتعداد الشباب عدد كبير جدا انتوا بتشاهدين دول البنات الفضليات بنات مصر الورود موجودين في كفر الشيخ يعلوا صوت الحرية البنت المصرية تعرف معنى الوطن ومعنى قيمة الوطن وكل الشباب ده لأن مصر مهتمية جدا بالقضايا الفلسطينية فحتلاقيها موجودة في كل مكان التعبير واحد هنا تعبير عن الوطن وأيضا تفويد لسيد الرئيس بالحماية من أي مخطط والشعب هنا بيجاوب بيقول احنا موجودين احنا شعب حاضر عارف قيمة الأوطان عارف قيمة القيادة بتاعته ده المنصورة جمالها وشعبها هتفات بتعرف هي بتقول ايه شعب مصر عارف هو بيقول ايه كلنا حنقول هتف واحد وكلمة واحدة مصر هي الوطن والعرض تعالوا بقى نروح لما نروح للسويس فالسويس بقى كلنا عارفين ما هي السويس وأهل القنال والناس والأعلام المصرية أهل السويس دول عارفين قيمة الأرض زي كل أهل مصر والمحافظات بس ولأن السويس لها الحقيقة يعني جوالات كثيرة جدا وأبدت بلاء جميلا وشديدا وعظيما في حرب أكتوبر فطبعا هتلاقي السويس وقفة وبتهتف وعرفة قيمة ما يحدث أسيوت سعيد مصر لا يتأخر أبدا هو جزء وهو العمود الفقري لمصر سعيد مصر هو بالتالي ترجم نفس الكلام يعني لم ينتهي السيد الرئيس من كلمته فتلاقي الناس كلها نزلة طول الوقت وده المشهد اللي موجود في صعيد مصر في أسيوت أعتقد المشهد ده موجود في أسيوت ولو أنا أعدت أقول على كل محافظات مصر قال كله مشهد واحد الهتاف واحد الأرضية الوطنية مصر كلمة مصر والمصري لما يوصل توصل لي الكلمة دي هتلاقي زي الأسد يخرج على طول طلبة طلبة بقى طبعا طلبة جامعة عين شمس موجودين وانتفضت جامعة عين شمس مثل باقي الجماعات اللي انتفضت نقابة الصحفيين والفنانين والجميع الحقيقة كله على قلب رجل واحد الجميع كله تعالوا أوديكم وتشوفوا كمان طنطة علشان تعرفوا انه يعني المواطن المصري واحد قلبه واحد شعوره واحد في كل مكان وطبعا هتلاقوا السيدات الفضليات المصريات موجودين طول الوقت الست المصرية أصلها وطن هي نفسها وطن زي ما انتوا شايفين طنطة يعني وأهل طنطة وما يختلفش طنطة زي أسيوت زي المنصورة زي السويس كل واحد يعني كل واحد الترجمة واحدة وأنا متأكدة لو بس سيد الرئيس سمح للمصريين يتوجهوا إلى العريش هنسد الدنيا دي مطروح على الحدود يعني دي مطروح فحتلاقي حتى يعني المحافظات الحدودية زيها زي محافظات القلب كله على قلب رجل واحد محافظة مطروح هي بالتالي تكمل المسيرة المصرية وهي بالتالي وقفة الكل الحقيقة المواطن المصري أول ما يستشعر حد بس يقوله مخطط أو حد بس يقوله كلمة أو حد يبعت رسالة أسد ينزل في الشارع هي دي مصر الوطن أصله عرض الوطن مش مجرد علم الوطن زي ما هو في القلب المصريين نسيوا كل حاجة لو كنت بتتكلم على أزمات نسيوها لو كنت بتتكلم عن مشاكل اقتصادية نسيوها لو كنت لأنه هو ده المصري المصري زي الصلب زي الحجر زلط واقف أسد واقف في الشارع حاوديكم دلوقتي ونروح زي ما شفنا الجامعات دي جامعة الروسية اللي موجودة أيضا في مصر أيا كانت جامعة بقى حكومية جامعة روسية جامعة مصرية الكل بيجتمع على نفس الشيء هي دي مصر لو العالم بيتابع معنا كل الوقفات دي يعرف أن مصر دي صلبة حجر زي رئيسها بالزبط كلمته وحدة ومن أول يوم تحدث فيه السيد الرئيس هي كلمة وحدة المصر ولا تتغير هذه الكلمة مع أي وزير أو رئيس أو أي بلد اسكندرية زي ما انتم شايفين وطبعا اسكندرية زيها زي بقي المحافظات أبية وقفة ومتصدرة المشهد والمشهد واحد أصل المصري في كل محافظة هو واحد هو مصري ما فيش فرق يعني محدش بينزل الشارع يقول أنا مين هو بينزل يقول أنا المصري واقف أنا واقف هنا ومحدش يقدر يقرب حكيت لكم حكاية طابة كيلو متر واحد أخدنا تحكيم عليه سنين وأخدناها فمحدش يقدر أبدا يلوي دراع مصر أو يفرض على مصر رسالة لا طليق بمصر ولا بقائد عظيم زي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي الجميع الآن التف والجميع الآن بيشيد في كل العنوين النهاردة تبعت أخبار كتيرة جدا وكلمة بايدن الرئيس الأمريكي والتي أخص بيها الرئيس السيسي في كل وسائل الإعلام الأمريكية هي دي مصر وحتفضل مصر واقفة زي ما أنتم عارفين إحنا حنفضل كمان واقفين إعلام حر صادق يصل إليكم دايما بكل المعلومات فاصل ونتواصل مع التاسعة وقودوا إلينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر